يا طرم عيد بداية العام الدراسي 2020-2021 امتا؟ لو عايز تعرف التفاصيل تابعني في الفيديو ده بس أسازنك قبل ما نبدأ لو مش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد وكمان اللايك وشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان الطلبة والطالبات متابعي قناة مستر أحمد علي المصري أهلا ومرحبا بكم يا رب كنوا بخير وفي أسعد حال موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 ناس كتيرة عايزة تعرف هي بداية السنة تبقى إمتى بالظبط إن شاء الله وفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فإن التعليم بشكل كبير سيعتمد على طريقة الأونلاين والتعليم عن بعض خلال العام الدراسي المقبل ويقول الدكتور طارق شوئي وزير التربية والتعليم إنه يوجد كثير من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام السابقة لمساعدة الطلاب على الدراسة من المنزل كان أبرزها المكتبة الرقمية ووفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم فإن هذه المكتبة تحتوي على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية المختلفة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 يقول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع أن يكون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر ولم يتم تحديد المواد حتى الآن على أن يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت في 21 يونيو وستنتهي إن شاء الله يوم 21 يوليو المقبل ووفقا لما قاله الدكتور طريق شوئي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيكون هناك بدائل كثيرة للعام الدراسي المقبل منها الدراسة أولاين أو توزيع الطلاب على أيام الأسبوع منعا للتزاحم في الفصول أو المدارس وأشار وزير التربية والتعليم أن عقب امتحانات الثانوية العامة سوف يتم الإعلان رسميا عن كل شيء وعقب الوصول لحلول مرضية تحافظ في المقام الأول على صحة الطلاب يبقى كده امتحانات الثانوية العامة تخلص إن شاء الله وبعد كده هيبتري تحديد بداية العام الدراسي الجديد إن شاء الله وبأمر الله وإحنا مع بعض على القناة أول بأول وكل شيء إن شاء الله هيجي رسمي هنعرضه في القناة وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات فأنا معكم مستر أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة